السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضر أتكون معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر بص يا جماعة طالما أن بشار الأسد لم يستجب لنا ولم يستجب لتعليماتنا وكل تعليمات دول أوروبا اللي احنا أصدرناها أنه هو لازم يتغير ويسيب الكرسي بتاعه بحيث أن الشعب السوري هو الذي يعقم سوريا سواء إذا كان بالفوضى أو بالخراب مش قضية المهمة منها هو يمشي طالما أن بشار الأسد لم يرتزم بهذه التعليمات يبقى في الحالة دي نحن لن ندعم الشعب السوري ولن نقوم بإعمار أو بعادة إعمار سورية عقبا لبشار الأسد ده اللي قالته عن دول الاتحاد الأوروبي منذ ساعات قليلة أو الله يجب أن أقول لكم كده تخيلوا حضراتكم أنه هما يقضوا مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي تحضره الكثير من دول أوروبا والكثير من دول العالم المتواطئة مع القوى الغربية المؤتمر الصحفي ده أعلنوا فيه عقوباتنا مستمرة على بشار الأسد لأنه هو ملتزمش بتعليماتنا تعليماتهم إيه؟ أن يتم الإطاحة ببشار الأسد حسناً ومن الذي سوف يحكم سوريا لكش دعوة اللي هيحكم سوريا الفوضى الخرام زي ما عملوا قبل كده في مصر وعملوا في ليبيا وبيعملوا في ليبيا وعملوا قبل كده في تونس وعملوا قبل كده في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي السودان أهم حاجة أن يتم الإطاحة بالرجل الذي يعتبر بمثابة رأس حربة في مواجهة القوى الغربية طولة مبشر الأسد موجود فهما مش هيقدروا يحققوا كل أهدافهم ومن ثم حرصاً على الشعب السوري إحنا لن نقوم بدعم الشعب السوري ولن نقوم بعمل أو دعم سورية أو اللاجئين بأي منع عقاباً لبشار الأسد طب يا حالتها لو أنت حريص على الشعب السوري طيب هو إيه؟ علاقة دعمك ببشار الأسد أنت بتدعم مين؟ بتدعم بشار الأسد أو الشعب السوري؟ المفترض جدلاً زيما هم قالوا وأعلنوا في المؤتمر الصحفي بتاعهم أن دول مانحين للاجئين السوريين هم بقى قرروا يعاقبوا اللاجئين السوريين عشان بشار الأسد طيب مين اللي عمل اللاجئين السوريين؟ مين اللي تسبب في أزمتهم؟ مش القوى الغربية؟ مش صورات الفوضى والخراب المستعجل اللي حطت على المنطقة العربية 2011؟ شوفوا حضراتكم جوزيب بوريل مناسق السياسة الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحفي اللي عقدوا وحضروا المانحين للاجئين السوريين وطبعاً اشتركت في المؤتمر ده اللي هو مؤتمر المانحين عوالي 3040 دولة بيقول إيه؟ الاتحاد الأوروبي لن يقيم علاقات دبلوماسية مع السلطات السورية ولن يرفع العقوبات المفروضة على دمشق لأن لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا بسبب عدم تغير سياسة بشار الأسد ولن نقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام بشار الأسد ولن نبدأ العمل على إعادة إعمار سورية حتى يكون هناك انتقال سياسي وهو أمر لم يحدث حتى الآن أهم حاجة بشار الأسد يمشي الغريبة جداً يا جماعة إن عناصر الخيانة والعار والقوى الإرهابية المحسوبين زوراً وبهتاناً على الشعب السوري بيأيض الكلام ده إنه لازم بشار الأسد يمشي تبشار الأسد ديكتاتور طيب من البديل؟ هما اللي هما من ساعتك اللي هما أساس الفوضى والخيانة والعار وأساس الخراب اللي حط على الدولة السورية زي ما حصل في دول المنطقة قبل كده أهم حاجة أن الفوضى هي التي تحكم ليه؟ عشان بقى ننفذ الأجندة بتاعتنا ونقوم بتقسيم دولة سوريا لـ 3040 دولة مش قضية بحيث أن خلاص سوريا تصبح ماضي وانتهى سيادته بيقول سنحافظ على نظام العقوبات إلى أن يتم إحراز تقدم يعني لحد ما الشعب السوري يشيل بشار الأسد هو ده اللي عملوه يعني بدأوا يفتحوا النار مرة تانية على بشار الأسد خاصة أنه هما بدأوا يعل التون ويصعدوا المسائل في مواجهة بشار الأسد بسبب طبعا تحرك الدول العربية في اتجاه سوريا وفي اتجاه الرئيس بشار الأسد وعادة دولة سوريا لمقعدها اللي جاء في جامعة الدول العربية اتهابلوا وتروشوا بشكل غير عادي فبدأوا يصعدوا في المسائل في ذات الوقت اللي هما بدأوا يضغطوا على سوريا طبعا بشار الأسد والشعب السوري الحقيقي أنا بتحدث عن الشعب السوري مش عناصر الخيانة والعار لأن احنا دولي ما بنحسبهمش تبع الشعب السوري زي بالزبط ما احنا أسقطنا عناصر جماعة الإخوان اللي تتاوت وقعدت في تركيا ونساقت مع تركيا ما بنقولش عليهم دول مصريين دول أساسا مصر والمصريين منهم أبرياء هذه نفس المسألة العناصر اللي تمسك خناجر وتطعن في صدر وطنها دي ما لهاش علاقة بهذا الوطن ردا على الهلفطة دي كلها على بعضيها أعلنت سوريا بشكل رسمي على لسان وزير المال السوري كانعان ياغي سوريا قررت التقدم بطلب للانضمام لبريكس ومنظمة شانغهاي ردا على كل اللي بيحصل ده طبعا حضراتكم عارفين كويس جدا مجموعة بريكس روسيا والصن والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا المجموعة ديت أساسا تأسيسة سنة 2006 ومن أبرز الدول اللي طلبت الانضمام لمجموعة بريكس الأرجنتين وإيران وأندونيسيا وتركيا والسعودية والجزائر ومصر بالإضافة إلى سوريا أعلنت زي ما حضراتكم شفتم وتابعتم الانضمام أو التقدم بطلب للانضمام لمجموعة بريكس مجموعة بريكس تعتبر بمثابة مجموعة موازية لمجموعة السابع ومجموعة العشرين مجموعة السابع ومجموعة العشرين مجموعة اقتصادية بتحاول عبر اقتصاديتها أن هي تركع العالم اقتصاديا وتبلع السوق العالمي فجأت الصين وروسيا شكلوا مجموعة بريكس بشكل قوي اللي هي المجموعة الاقتصادية المضادة لمجموعة السابع ومجموعة العشرين دول كثيرة للغاية في قلب المنطقة العربية طلبت الانضمام ثم على مصار الناتو هناك منظمة شنغهاي اللي بتدرها روسيا والصين ومجموعة أخرى أيضا اللي هي مجموعة بريكس منظمة شنغهاي للتنمية للتعاون والتنمية تعتبر بمثابة منظمة أمنية عسكرية فأصبح للكتلة الشرقية والمنطقة العربية مصارات موازية مجموعة بريكس منظمة شنغهاي سوريا أعلنت رسميا أنها تقدمت بطلب من أجل الانضمام لمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي في أغسطس اللي جاي هتعقد قمة بريكس بجنوب أفريقيا في شهر أغسطس اللي جاي هتحسم فيه العضويات الجديدة وانج وانج رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة أعلن أن في حوالي 13 دولة أعرابت عن رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس بالإضافة إلى الخمس دول الكبرى فتصبح المجموعة دي مجموعة اقتصادية كاسحة سوريا أعلنت عن أن هي تقدمت بطلبات من أجل الانضمام للمجموعة دي والمنظمة دي المسألة كده هتختلف تماما وإن قوة سورية من قوة المجموعة دي أحلى حاجة في الرئيس بشار الأسد أنه لا يرد على كل الهلفطة اللي بتعملها بعض الدول الغربية ما بيردش بتصريحات هو بيرد بشكل عملي والشكل العملي اللي أعلن عنه وزير المالية السوري كانعان ياغي طبعا وضع النقاط على الحروف وأكد بملادع مجالا للشك أن خلاص أصبح السورية بمثابة رقم صعب في مستقبل العالم كله وأجمل حاجة بتحصل في قلب المنطقة العربية أن فيه إعادة ترتيب للأوضاع بشكل خطير للغاية بشكل تحسوا حضرتكم أن المستقبل إن شاء الله للمنطقة العربية والكتلة الشرقية ليه؟ غالبية دول العالم حتى وإن اتفقت مع القوى الغربية في أي نوع من المصارات إلا أنه اتفاق اضطراري بمثابة عقد إزعان ليه؟ مضطرين لأن هم مش من القوة بحيث أن هم يواجهوا القوى الغربية ده احنا شفنا اللي حصل منذ عام 2011 لحد طريق النهاردة شفوا حضرتكم إيه اللي حصل وبناء عليه دولي بكون عاملين زي بالزبط المتكتف بعقد إزعان فهو غصب عنه لابد أن يتبع مصارات أمريكا والدول الغربية وبالتالي مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي بدأت تعدل المصارات وشفنا طبعا تحركات لدول زي المملكة العربية السعودية ودول زي الجزائر وفي ذات الوقت عودت سوريا للصف العربي بالإضافة إلى العلاقات مع إيران والعلاقات مع تركيا كل ده بيؤشر أن المستقبل بالفعل لمنطقة الشرق الأوسط والكتلة الشرقية وأن المستقبل هيكون مختلف تمام الاختلاف عن المصارات السابقة جوزيب بوريل سياسية نتيجة سورية لم تتغير ولن نقيم علاقة دبلوماسية ولن نرفع العقوبات وزير المال السوري دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى بريكس وشنغهاي دية التطورات على المصار السوري واللي كلها بتكشف السطار إن بالفعل المستقبل للعرب إن شاء الله خاصة بعد ما استفادوا من تجاربهم السابقة وفي ذات الوقت نجحهم في إقامة علاقات مع قوة كبرى بشكل قوي بمثابة الند للند فالوضع ده هيفرق كتير جدا إلى المرحلة القليلة القادمة أراكم على خير اشتركوا في القناة